مهتدي الحاج مرحبا الحلقة اللي حتحضروها اليوم مع شخصية فريدة من نوعه بالساحة الموسيقية المحلية في العالم العربي لبل واحد في يقول بالعالم صاحب ذاكرة فريدة من نوعه خولته انه يصبح عايز في بيانو على أعدى المستويات من دون ان يكون هو بحاجة لأي إرشاد ولا أي أستاذ من دون ما يعرف فعلا شو يعني موسيقى شخص بفضل هذه الموهبة بفضل مثابرته واجتهاده قدر يوصل انه يحوز أول مرتبة بمسابقة بوداباست الدولي لبيانو عام 2018 وصاحب صولات و جولات بالساحات الأوروبية وفي لبنان شخص حيخبرنا اليوم عن قصته عن اختباره وعن الطريقة اللي بينظر فيها لكيفية تعليم واكتساب آلة البيانو وبالطول سيري لكم الحلقة 11 مع مهتدي الحاج مهتدي شكرا للاستضافتك اللي عندك اليوم وبداية بلش معك بأول سؤال كيف كانت أول مقاربة مع الموسيقى يعني نهارو عطا بنسأل هالسؤال كتير يعني ايا بيانيست بهموا ان يعرفوا النقطة البداية وهاك هلا انا اكتر شي فيني اقوله يعني لما وعيت عدنا لقيت فيه بيانو كان عندها يعني كان فيه أورج أورج صغير طبع العربية هاي اللي عندنا شو يعني طبع العربية انا وسميه هيك هدا لانو هدا ذكرة بالنسبة لي لأول أورج ايه اللي بيبيعون على العربية هو للقطع الألعاب وهك هدا اللعب الصغير الكيس بلاستيك تفتح الكيس البلاستيك بيعامل أصوات يعني نوتات بلشت اتعرف عليهم كنت صغير يعني واحد بيوعه ما بعرف يعني خمسة سنين ست سنين هاكي اسمع الحان حس الأبعاد بيناتهم وحس بالهار مني تعييتهم فروح جرب دقهم فأنا ومتعطش يعني يعني هون هم نحكي عن تجربة العزف الاشياء اللي عم تسمعها من دون إدراك من دون معرفة مسبقة اللي هو التجربة العادية تبع العالم العادة اللي بيبالش يلعبوا على السمع ما هيك واحد بس بدي يسمع لحن ممكن يلعبوا على السمع أو يغنيه دغري بس الفكرة أنه أنت كنت تزيد عليهم نوتس وكوردات كنت تعمل إضافات إيه تعمل إضافات لأنه كنت أحب الهارموني بالنوتس دايما دايما جربتوا نوتس كذا فهو هادا الشي اللي خلاني أتعمق أكتر وانتبه لخي كمان كان شوائي أكبر مني هو خيك بيعزوف بلشنا إحنا وصغار يعني هاك نازف وكذا كلنا انتبه لي أنه أنا في عندي شي فعلق براسي هالشغلة أنه أنت وفي عندك شغلة بالبيانو سماعيا وأنا ما بعرف شو هي شو يعني أنا عادي بدق على السمع بتسمع كتير ناس بدقوا على السمع خصوصا بعالم الشرق أو طبعا أو أو بس أنا كنت كلاسيك يعني كنت عم بعمل هارموني عم بعمل حس بال بلا ما تعرف أنه يعني حس بال حس بال بس ما عارف اسمهم لصار عمر 12 سنة كنت هون يعني تعرفت عن وزار وبيت هوفن بسيديات كانت صعب تسمح لي هون أنه خاصة عم تحكي أنت عن مؤلفين بركي ما قالوا الرواج بمجتمعاتنا قد ما ممكن يكونوا الرواج بأوروبا كيد مش بس كاللبنان حتى حتى في بيئات بعيدة كتير عن كيف كيف توصلتلون أنت يعني في دقات كنت حب اسمها بس ما محطوط اسم الكمبوزر محطوط تراك 2 مثلا تراك 5 هشت كيف سمي هيدا تراك 5 أبا ضاي مثلا تراك 2 مبين عليها رومانتك هيداك باروك تراك 5 لا مش لها الدرجة هولا أسامي ما 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 نجيبه بس أنه كيف أنت وين وصلتلون بعدين مين سمعك هايهم آه هايدي مدري لمن لوك حتى شوبان كونشيرت 2 2 3 مطلت بالأعمار أنا عم مطلت بالهدا مش بس أغل هي هولي مثلا أنا بعدين آه طلع شوبان هيدا لحظة يعني أنت كنت ألعب قطع على السمع بلا ما تعرف مين المؤلف في رسم القطع؟ أحياناً أغلبهم. حتى إذا عرفت اسم المؤلف ما كان بيعني لك شي مدارس. نوضح شغلي لأنه هون نحن نتقلم المرحلة أنه أوكي عم نقلد نحن أكين قلت اللي دعاية بيكون هونيكي مرة عم تقلده على السمع اللي هو ممكن يقول لك حدا أنه كتير عالم بتسمع وتقلد على السمع إلى محاولة عزف مقطوعات فيها من الصعوبة وفيها من التعقيد كمان برضو على السمع اللي هي هيدا المرحلة وين بلاشت تقريباً؟ فهيدا المرحلة هاي بسميها المرحلة الغريبة بالنسبة لإليه غريبة لأنه وقتها مكنت مستغرب أنا معارف حالي أنه عساسي عم بتسلة بس أنا كتباطي وقتها وعم بأسر دايما أعصر دماغي وفتش على الهارموني الصح وهاكي تعود دماغي دايما يفتش صرت أي شيء كلاسيك اسمعه أنا مثلا اسمع بتهابن صناتة كتير ركز بالغلط من دون قصد يعني حتى لو عم بشتغل شي تاني ركز أكتر فكتير مهمة هي قصة إنه الأذن كيف نربية معقولة تقدر ترشدنا وتاخدنا معك بمحاولة لشرح أنت وقت تكون عم تسمع هذا العمل اللي عجبك كيف بتشرحه كلمة تتبلش تقدر تعسفه طبعا المرحلة اللي عم بيحكي عنا هلأ اللي هي مرحلة مراهقة بالبيانو من اتناشر سنة أنا هالتواريخ بيسكرة حسب الأورج غيرت أورج كبر يعني كل ما عم بيكبر بيكبر الأورج هلأ نتوصل لمرحلة بالجامعة جبت بيانو خلص فإيه غريب أيا بيانيست بتقله الجامعة جبت بيانو يعني غريب مفي بيانيست هي الأغرب إنه عم تشتغل على أورج أورج شوف شو تعزبت يعني حتى كنت تغير بالنوتات عدل شوي يعني بالمونلايت سوناتة بتذكر كنت بالبرافية حبيت دقة ثيرد مومنت لأنه بعده محمس الواحد أو ثيرد مومنت كمان تسادي غريب بتفوت فيها عزفتها بس لما ينزل بيت هوفن على السي انت بيخلص الكيبر فبخبط على بلاستيك عشت كيه أنا بصير بخبط على بلاستيك أنا عم دق واسمع بالدينتي كأننا عم تندق أحياناً بعدل على هارموني بتصير الدو دياز بحط السي من فوق بنزل الدو دياز مهتدي اللي بيسمع هيك خبرية بيصدق قدت هيك حياتي يعني تخيل أنه العذاب يعني عرفت كيف كتير تعذاب كنت عزفت قدام العالم؟ يعني بالمراهقة شوي بعيد كنت بعيد يعني حتى لك حتى إذا عزفت قدام حدا إذا ما كان موسيقى ممكن ما يحس ما يعرف إيه متون اللي هول كنت عتلهم العالم تقول إنه شو عم بيلعب هدا؟ أنا ما كنت فكر بالعالم وقتا عرفت كيف ما كان فيه هايدي قصات البيانو اللي عندي مكانة نية تسمح لي بسؤال؟ أنا البيانو بدي أقول جملة مهمة فضل البيانو منه قرار عندي كان البيانو ما بعرف أين تبلش انت واعي في بيانو وأنا كنت كل عمري بس بدي دقها دايماً التكنيك جاهز بعمري ما تعلمت البوستشر مزبوطة والإيد والفينجرز بعمري ما تعلمتن حتى النوتات بس تعلمتن على عمر كبير يعني عم بحكيك كم سنة لورا أنا رحت عالكونسيراتور ولتقيت بأستاذ هونيك حتى التيوري مش بس العزف والسمع حتى التيوري هو كأنهم كانوا موجودين عندي هيدا الشخص قال لكلمة إنه ممكن أنت تكون من قبل عندك هؤلهم لهؤل الأفكار بس اخلقت وعمتنفزهم كيف يعني؟ يعني فيه هؤ بيقاملوا بالأنيرجي هو الأصص يعني عم لانك تقمص أو عم لحكي غير شيء هو مش دين عم يحكي عم يحكيها كان علمية ما فيه كتير أفكار تقمص الأنيرجي الأنيرجي بالفيزيا غير أنت بتأمن بهذا الـ أنا ما بقول لي يعني لك أنا ما بأمن بشي هلا اعتبر بني أنت برات الإيمان يعني برات حضن الإيمان بأمن وما بأمن بكل شي خلي هيدا غامض مثلما يسألوني من وان من جبل لبنان من جبل لبنان وفت على الجامعة أنا بيهمني نحكي عنا بس بمرحلة لاحقة بس بيهمني هلا كمان ركز على مرحلة المراهقة اللي هي هون بعدني برجع بنوه أنه للي عم بيسمعنا ما هيصدق عن شو عم نحكي أنه كتير سمعانين عن عالم تلعب على السمع بس هنرجع مبرهن كيف أنت كان تجربتك مختلفة في كلية الاختلاف بس في سؤال عم بيريودني فكري أنا بتقولي العالم ما كانوا يهموني اجتماعيا أنت بالمرحلة المراهقة كيف كنت علقتك مع العالم أنا عصاعد الشخصي عصاعد الشخصي إيه لا لا كنت معادي ما كنت جيب سيرة البيانو أبدا حتى رفقاتي بالمدرسة بس ما كنت فيه انزواء يعني لا لا العكس تمام أنا كنت بالمدرسة كتير هيك نشط وعندي أنا أنا بتفكر بس رفقاتي يجوا لعندي بس يشوفوني عم دق بيانو يصدموا ممكن يشوفو شخص تاني شخص إنه ما بيصدقوا في هذا إنه هيدا كتير دومينانت بيكونوا هاك بالصف مع العالم كيف بالبيانو فجأة راح أسر الأمير تشارز عم بدأ قدامه مسلا فيه هذا ما بيصدقوا ده يعني أنه أنه أنت بتعرف لأنه العالم أتدا تخيل أنا بعمري ما فكرت أنا بالناس لما بدي أعزف حتى الكمبيتشنز اللي شاركت فيهم كلهم أنا ما رحت أصلا لأربح هو إلتا هيا عالتلفزيون وقتا عالجديد إلتا وفكروني إنه أنا عم بتسلى بالحكي مثل العالم بتواضعه تواضع مبتزم لا عن جد أنا رحت لأنه هوني ما كان فيه عزف ورحت لهذا وليكن صدمه فيه هذا طبعا هذا عن جديد هذا الحكي عن عمر إلا أنت أصمت اللي مهتدي الحقبات لأول إيه اللي بتاعتها لمرحلة اللي جبت فيها الكيبورد لمرحلة اللي فت فيها على الجامعة بظن هي هيدي مرحلة مفصلية وبركي من هاي المرحلة إحنا فينا نبلش نشرح نوعا ما إنت شو هي هيدي المقدرة اللي عندك إيها أنا خلال هالمرحلة هايدي من عمر اتناعش للجامعة خلال هالمرحلة هايدي أنا بلشت كل دقة إسمعها حب دقة ومضغر يرفزها وتخلص بوقت منه طبيعي مع كامل التكنيك المزبوط بحذفيرة والبوستشر المزبوطة مع اللي جاتو مع كل الديناميكس المطلوبين وبضيف عليها من عندي فكرني داريس بالكونسراتوار وأنا ما أمرق علي استاذ ولا شيء وهذا والنوتات معروفين براسي لدرجة إني أنا مش بس إنه بلشت أتعلم نوتات شوفوا شو هني بلشت أكتب من عندي كوردز أنا أضعفش عن كوردز بلشت أكتب اقتلافات ما بعرف إنه تريدز شو اللي أخذك لتعرف إنه والله هدا بحاجة لنفكر فيه هدا الموضوع أعرفت إنه بين الضو والصول في شي مش طبيعي وبين الصول والراه كمان بس شي تاني بسمعها بطريقة تانية يعني أنا أكتر شي بسمع الألوان بتعول الكوردات بس ما أعرف سميهم كوردات فسميتهم مجموعة كيف كانت سميهم؟ هون كان عمري 12 سنة وبعدني بذكر في عندي ورقة كاتب عليا بالقلم الرصاص نقات كوردات اللي كانوا يتكرروا معي كتير على أساس هو كلهم بالبيانو طلعوا معي هني أيها 12-24 كورد مثلا زالنا أنا طلعوا معي أقل 17 كورد أو 17 كورد كل واحد مثلا إلو علاقة بشي سميه شي سميه حسب اسم الدقة مثلا أنا أسمع في كوردو بسميه ياني لأنه ياني كان بدقة ببلش دقة معنى الصول ياني ده تقريبا كل دقاته شي على السمع شي القصص كتير لباخ لموزار بيتهوفن حتى ليست على السمع أه وصلت مثلا عندك ليست في ع السمع ما هو هاي دي المعلومة هاي المعلومة اللي سمعتها أنا أول شي إنه في زلمي اسمه مهتدي الحاج لاعب هونجيريان رابس دي التانية تابع ليست على السمع لاحظة شو هات انتو جليط أول شي ما بيصدق أول شي هو هيدا صديقي ذكرتني فيه كان عمر 19 الجامعة هيدا الشخص مفصل كان بحياتي هو اللي إجا نبهني أنا عساس عم بتسلى قال لي أنت لازم يعرفو فيك فعرفوني إلي كابيانيست هو كور تاسع قالوا شو يعني كور تاسع اي قالوا اللي كونسرفاتور نا كونسرفاتور مفكر أنا مثلا عن وزارة ما تعرف مبنى وزارة تحت بالسراي مطرح ما بيعمل مظاهرات أنا كونسرفاتور ما بعرف شو يعني كم كونسرفاتور فيه فكر في واحد بسمع بعيد بعيد ويكل ما يكون فيه يعني بعالم تاني أنا كنت مخترع لها حالي قصص بالهارموني بالدقات حتى بذكر كنت احكي مع حالي مش احكي مع حالي يعني انه مثلا تنافس مع نفسي يعني قول هلأ أنا أول شخص بدي ايجي يعزفها للدقات لنشوف كم غلطة ايجع هلأ بتحدى تاني شخص بدي ايجي أنا سمي حالي اي بي مسي مثلا عشو كيه وأنا عم بحكي أنت صغير والعب هيدا 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 الربح عرفت كيه وسأها غلبطت لا هيداك الربح لي هو أنا فأنا عالقام مع حالي هذا اللي خلاني أقوى بقى تسلق عشو تجيه تربح أنت بالآخر بس واحد منك هم ربحت أنا عشو كيه هو تخبرني إنه مش جاي تربح أنت لأ أنت من زمانه جاي بلاك تربح هم هون كانت يعني كانت تسلية وهكي حبا بالدقات كمان ما غلط ربات حالي إن نكون عصفك ممنوع الغلط قسيت على حالي بس أنا مبسوط هلا عم تحكيني عن هيدا الشاب اللي هو كان مفصلي عرفونا قالولو في واحد بيعزف قصص مثل ليستو ورخمانينوفو وهيك إشيه منسميهم روحنا لعنده عالج جامعة وطلع حكيني بطريقة حادية أنا بالنسبة له إن هو بيعزفها ورفيقه بيعزفهم وكل العلم بيعزفهم يعني عادة انت مش شايف عندك شي أصل أنا رحت لعنده أقول خايفان أنا خايفان علامة لازم يكون بالآخر إجال عندنا على الباب بعد فترة هو رفيقه كمان موسيقى بلشت الدق قالولي هيدا أورج انت بديق على أورج قلوها هون كندق أنا بلشت ببيتهوب قاللي على الأورج بلشت بيتهوب وان الطلع في شي غريب بلش حسه في شي غريب أنا بفكرته إنه ما معاجبه هو عم يفكر بسبب معين بس إنه قدنا قد دقت أول دقة كانت هي الربسو ديتو اللي هي عالصامة كان دقة هي تبلش هيك مهم بطم هتد عليها يعني ذاك هزياد الرحباني هسرقينا من ليس ترقم زياد الرحباني ومزرق هيك كمان حرام آآ فيروز دامبوم مع موزار كل واحد نقق حدا بس هو أحلى عالم يكون هلا معاش هيك في شي كراقي معاش فيه بعتادة كفولكلور يعني مش ككلاسيك طبعا هلا هو مانو فولكلور هو فولكلور مدخل اي اي بس تحول لفولكلور بغينا ما في بياخك بالموسيقى أنا هاي كنت تحب دائما نقلونا رفقاتي الموسيقى كلاسيكي مثل النوخية أو بازالة أو شي تقيل ما في بياخك خبخة مهمي هايدي التعبير ولا مش موسيقى كلاسيك ليهي مثل البوزة أو هايك بس تكون جوعان إنت قعد كل بوزة بوزة بتصير تتوجع مش تشبع بدك كلاسيك دايما كنت الحقون لرفقاتي عرفهم يسمعوا كلاسيك ما في كتار حبه يعني الكلاسيكي يطبخة حبت أنا وصغير ايه لاز كن فيه اه انو هاي دا فيها دسامة ما حلو تطلع فيها ديتالز أكتر بس هيك يعني ما فيها بياخة كنت أخذها ببساطة أنا ما كنت عم بتفلصف يعني فكرة فلصفية ما كنت عارف إنو هو كلاسيك أنا فاكت في دقات بالعالم كلها هي متواجهة اخترت منهم دقات فيه من البايق وفيه من المعقات اخترت منهم دقات حبيتهم طلعوا هى الدقات اللي اخترتون هني كاتيجوري لحالة اسمها كلاسيكي ميوزيك بس بتعرف إنو هيدا الشي هيدي النظرة إنو في حوض موسيقي كبير بالحقيقة هو هايك نحنا مقصمينو كاتيجوريات هو الجزع الأساسي كلاسيك والباقي حتى الجاز بيقولولك هايك وكلهم بقولوها كيف. محمى عدلوها بالشرق. جزع الكلاسيك الباقيين فروعة من جزء من الكلاسيك. ما هو كلاسيك شو يعني? كلاسيك اصلا مش حنقول ش معناتها بس انه بالمفهوم نحن العرف بس نقول كلاسيك. الموسيقى الاساسية. الهارموني البوليفونية الاساسية ما فيك تزيد عليها. ما فيك تتعظمها بعد اكتر مما هي. بالنسبة للشاب هدا. هادي هادي مالا. فمهم كنا عم نقول دقات قدامه. خلصت العزف. طلعت لقيته مصدوم. كان عنا بتطلع. انا قلت يا عين هلو هدا شايفني. ها بدي قعد يتعلم علي هو كونسرطور. حيلي قعد هاك وعمل هاك. من الاخر قال لي كلام يعني قال لي انه انت شو عم تعمل هون لازم متصل باستاذه بجامعة. قال له في واحد عم يهزف لحاله. مش عارف حاله وين واصل. ومع عنده استاذه ومع عنده كذا ما. بديك تشوفه. قال لي انا فكرتك عم تقلي راب سو دي تو انه دا سمع انه دا ايه. متل ما العبنية احنا هلا ايه. حيالله. لا لا مش لها الدرجة. عادة بتزيد قردات وهاكي. بس قال لي انه انت عم بتدقهم كلهم المزبوطين. مع التكنيك المزبوط. عم بيصيب اللي بده يا ليست. حتى هيدا المقطع ترام برام 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 برام. اي 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 اي. عم بصيب اللي بده يهون ليست الريبيتد نوتس. وعم بصيب اللي بدك يهون بالنسبة للحن يطلع عالي من النص. مش من فوق. من تحت ويطلع عالي. فهو شايف ايدي عم تعمل هيك. قال لك قال لي كاللي كأنه عم بحضر على الفيديو حدا برا. يعني قال هون كنت بعدني عم دق ما في استاذ. بحياتي شايفنا. عم بيحزو في هول. يعني مرأة عراسي واستاذ واحد شرقه. اشت كيف. ما علمني شي. يعني ما استفد شي منه. اخدت في الحصص. هيدا اللي مرأة مرأة علي. ومن ثم. اه من بعدها الشاب ما قبل يتركني يعني يترك هالشي يعني حكي مع. اه الاساد زي يبرم الكنستفاتورات. قللهم في حدا. غريب يعني. مع هايدي الغرابة اللي العالم مش عم طعف توصفها. هي شغلتاير انا برس بيلي. هي نقد كامل لكل منهج التعليمي العادي. انه اذا هو فيه سيستام. هيدا السيستام مفروض يكون هو بالطريقة الوحيدة اللي توصل لهودي الاهداف. يعني التملك من الادراع على الايلي. وما لازم يكون فيه شي براته يقدر ينبت. واذ نبت شي بس على مستوى اللي معقولة هنه يكونوا عم بيدرسوه. فهو اللي بيبرهن انه فيه طريقة ثانية لو واحد يكتسب فيها مهارات على الايلي. واحد اتنين. مش شايفين هيك شي بحياتهم. لانه احنا عم نحكي هنلا هون عن عن ظاهرة العلاقة. وكاملتا نبسط الخبرية للمشاهد. العلاقة بيذاكرة عميئة جدا. وبقدر على تنفيذ ما في ذاكرة وتجسيده. ولهيدا السبب انا بيرأيه وهيدا هنحكي عنه. لهيدا ثم عم بيطلع معك انت منتوج فيه التقنية كتير جيدة كمان. كتير ركزوا عصة هيدا الزاكرة كانوا قلولي. انو تلاتة البيانيست مقصة من ثلاتة. وصايت ريدينج. وتكنيك. فكانوا كتير ركزوا على الفينامون المموري. يعني كان عنا بالكونسراتور وقتا فتت مؤخر انا فتت بسنة اخر سنة للشهادة. وعطوني برو جرام. اعطاني دقة لموزار. صناتا وكونشارتو لموزار. عاساس اني بدقوا اول موغمينت اول بارت. انا نفكر لازم نخلص على جمعة الجاي. انا بعد نجيد على الكونسراتور. قالولي كل جمعة. اف كل جمعة. يعني كل جمعة بدي خلص دقة هيك براسة. كل جمعة بدأك تروع الصف. انا ما بعرض شو يعني كونسراتور. لا حبيبي. طلع اطلق كل جمعة بدأك تروع الصف. في ناس يمكن ما بيفتحوا الكتابة. الاموتا دي بالمعاهد الكبيرة بيشتغلوا كل جمعة دقة. بس احنا هون ما كنا به المعطلقة. بس انا مستاني كونشارتو وقتا نومبر توانتي سري. هيدا اللي فيه. تاني موفمنت. اذا عزفته. حفظته. اه ثلاثة موفمنت مع بعض بجمعة وروحت لعنده. انا عادي. بس كيف? بس هو انصدم. كيف? قال لي سألني انصدم. لا هو هو نوعه شوي بلوك. بيانو يمكن شخصيه هاكي بده. بعدين مش معودين مهتدي ما تنسى. قال لي انه قلت له اه مش ثلاثة موفمنت. كلها مش كلها. قال لي لا اول موفمنت بيعسفوها. واربعتوشهر. معك اربعتوشهر لاتعملها. قمت بهال فترة هاي لقدمتها انتها مخلص البروجرام. عملت دقات كتير بهال اربعتوشهر غير البروجرام. واللي بضحك بتعرف شو? اللي بضحك وانو العالم فكرتك عم بتتمرن. انا عم بتسلت. ايو انا ما بقعد كتير عالبيانو. كنت اقول اني بقعد عالبيانو على فكرة انا ما بقعد كتير عالبيانو. انا هاي نقطة من. هاي نقطة. كيف ادك العالم تصدق انك ما بتقعد عالبيانو? هاي السؤال اللي سألته قبل انت عن طريقة النقد. السيستيم. السيستيم هاي. العلاقة كمان بهاي الموضوع. انا ما. اقل الله واحد قد عالبيانو. انا بس كنت قاعد اعزف. كنت قاعد اعزف اغلب وقته. كتمرين وهالقصص. ما كنت كتير بي حاجة اقوله. لقد ممكن تحفظ بسرعة. مم. فجأة لقيا الدقة. تاني يوم صارت تسعين بالمية. مش انو عشرين بالمية. وقد ما كانت صعبة. كيف بيصير? عم تحكي انت عن عن اي نوع تمرين. لانو بعدان اللي عرفت هالشي. و اه شي كتاب لبيانيست ارجنتيني. اه. هاي ده الزلم يحكي عن هالموضوع. حكي عن المنتل براكتس. المنتل براكتس مش مش متل معروف انو بتذكر الدقة قبل الامتحان. مم. كتاب التاريخ بتذكر التاريخ قبل ما سمع. لا. المنتل براكتس تشوف البيانو براسك. انتو عم تاكل وانتو عم تمشي وانتو عم بتسوق. وانت هادا شي بتاعمله. ايه. والدقة لدقة كلها. فانا بيجي بقق بقراها مرة. وكل نهار ببقى عم بعزفها براسي من دون قصد. مش نهيك بحفظها بسرعة. كانوا لحظوا في قاتي كمان حل البيانيستية. ولي تعرفت عليهم عن جديد. كله هيدا عن جديد. فتنا على عالم. على عالم ما بتعرفه. عرفنا انو في بيانوهات. عم بروح هالا عندي طلاب. بروح عن طلاب. مسلا. عمرهم بعمر انا كنت ما عندي بيانو. لنقول عمر اتناعش. لانو اتناعش هو بداية التعرفة ببيت هوفن. اه. حط له تمسيل فوق. اه. مسلا. احنا بنزدل عنه. ايه. ما بنزدل. احنا مطلع لعنوه. انا متل اشكنازي هادا البيانيست متعصب وعنده اقوال كمان. كلاسيكية متعصبة. بياش بك. هلا ما نطلع له اقوال العشكنازي. اه قصة قصة تلميز. اللي بروح لعندو هالعمر. لكنت انا شم ريحت خشب لبيانو. وتذكر اقل له صاحب محل بيانو بتفعله بالساعة متل محل الانترنت. لروح عدق. عمري اتناعشرة سنة. والصيفية. امشي اللي عندو. على بشارة الخوري محلو. فوت. لقي بيانوهات. وانا ما ما في اشتري بيانو. دق بلش. السونات باتاتيك لبيت هوف اللي هي عالصمع. متصغير عم دقها. طلع. وحس ببيت هوف. حس حالي كأنه انا خلقت هون. شيء. اه. وهو الظلمة. بالاخر بعدين حبني ابطل ياخد مصاري. مني. كان ياخد الف يمكن عالف كتير. مش في الف هلا. ايه. حسن ما فكروا انه الظلمة الكريم. الف زمان كانت منيحة. ايه ايه. طبعا. لازم ياخد تعمية وخمسين. بس ما يجل ها. بس. بتفرق زمان. اه. فشوف انه لأي درجة انا بقول له للتلميز انه منيح عندكم بيانو بالبيت. شكروا ربكم يعني عندكم بيانو بالبيت. هاي ده. اه. في حدا كان عم بيحلم بهالشي. فا. لأ انت تلميزك بتروح لعندن. كيف بت. عم تلي بتعلم. ايه. وانت ما تعلمت. لما تعلمت بعدين لاحقا تعلمت اشياء بركة بيكملوا. اللي انت كنت مكتسبوهو. اريدي. ام. انما انت وتتروح تعلم تلميزك. شو بتعلمهم فعليا. لا نهمها النقطة. بالنسبة لقصة. طبعا. بالعالم كلها باختلاف عن بعض الشي. ونحن عم نحكي عن الحالة اللي انا فيها شي تاني. لانه انا اخترعت السيستنين من بعد ما انا عظفت. طبعا. يعني بالعاكس. اه بس اذا انا بشوف اه تلميز اللي عندي. بصوموا له نوعان. نوع من التلميز بيقدر بسنة وسنتين يصير بيانيست. 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 يعزوا باشي كتير صعبة وعندك. عندك كتار اسامي. ونوع من التلميز بمشيهم بنفس النظام القديم طبعا. اللي هو ماشي جنب الحات. لحتى يمجي حاله. هيدا نوع. هداك النوع التاني. ما اقول واحد موهوب واحد مش موهوب. النوع التاني. بيشبهني شوية بنقطة. قصة جرقة بالدقة انه بدي فوت عراسي وشربها للدقة. لاني بحبها. لما يحب. لبيانو. في عندي بعض طلاب بيحبوا البيانو. بيعطيهم من قلبي. بشرح لهم الدقة. بطريقة كأنك عم بتلونها. بيصير يحبها. بصير يتطلع بالدقة بيحبوها. مش بس ده نقضيها. ريتميك ونوتس. رأى ونفز. وتعمل اللي جاتو صح وشو بدك تعمل. هؤلاء واضحين. هؤلاء لازم يكونوا عاديين هؤلاء. اللي مش عادي هو انك تكون جريء. تجيبها الدقة هاي. وتحب لك لازيك. بشكل عام. وتسمع قد ما فيك موسيقى. سيقاتها. الدقة اللي بيعزفها. نعمل اخر لبل هي انتربيتاشن. هيدا هو التلميذ اللي بديه. هو اللي عم فتش علان انا. بس ازا انت في حال. يوصل الانتربيتاشن العالي. احلا. ازا انت في حال ما تعلمت. كيف بتدعي انت تلميذك عم تلي انه هني يحبوا المقطوعة بدون يلعبوها. بس هل بتمرن انت على نشاط الزاكرة متل ما انت مرنت حالك. اه اه لاك انا ممرنت حالي. انا كنت اه بس كنت عم قول. انا عم باصر دماغي انا وصغير لا تفتش عالصح. ام. عالنوتات اللي بيلبقوا لبعض. هو لحاله كان عم بصيرها. شي عن حب. انت لأه من هالشي اللي قلته. انا. اه. اي. عن الحب يعني. بس فكرة الحب. انه. ما تتمرن. ازا بدي لوحد بده يصير بيانيست قوي. ما يقول بدي يصير بيانيست قوي قوي. قول بدي اتمرن. ما تتمرن. ما تعمل شي. يبقى لي كيف ما تتمرن يعني. ما انت لما تقول بدي اتمرن. اه. بتكون انت عم تلغي عنصر مهم. ما عم بحكي شعر. عنصر الحب. انتبه مش شعر. حب البيانو. مش الحب ابدا. مش بالقلب. حب البيانو. لما تسمع الدقة. لما تسمع دقة او تسمع كلاسيك. اسمع النوتات. وركز. و اه. على الدقة. و شربن. شربن. لحاله هو حسير جي يقعد على البيانو. بلا ما يحس حاله انه قاعد عم البيانو على يعني شربون يعني فكر فيها وقتا أنت ما تكون قاعدة على البيانو هاي معنتها؟ بها المعنى أنك أنت عم بتحبها لهالهالمعزوف اللي بدك تمرون عليها طب تعال نجرب تعال نجرب نفني تعال نجرب نشرح شوي طريقة أنه أنت اليوم لنقول وعيدة الصبح سمعت هاي دي هاي كمان دا اه هاي دي الصناتة هاي دي الصناتة الأولى طبعا بيتهم وعيدة الصبح سمعتها ماشي كيف بيبلش نهار التمرين؟ خليني أحكيك عن الكامبانيلا أنا فيكنا أحكيك؟ لأنه الكامبانيلا أسرع وحدة خلصته الكامبانيلا اللي هي عالمي بمول معقولة قطع لنا رأي شقفة من هون ممكن ممكن مش دخلك أنا عم بعض كل الأمس لأنه أنا قدي بيواصلة هاي دي مثلا المعزوفة سمعت على ليست وعفكرة ليست بجانيني هاي دي هاي باريسيو عب تجانيني طبعا بجانيني ليست سمعت وحسيت فيه فيه نوع حسيت كأنه إتود هي ما كنت عرف إتود بس حسيت فيه تكرار وتعليمي وهايك قلت هاي دي شكله عالم ذيرتويوزيتي اللي أنا كنت فايت فيه بالرابسوديز تعرفت على ليون عن جديد أنا لما سمعت قبل ما دق على البيانو كنت براسي هي الخريطة كلها قبل ما بلشها من بعد ما سمعتها قبل ما لنزل ولا نوت يعني أنت سمعتها وبصمتها يعني مت كان عقلت له سكانر هي وغيرها وهي دي هيك الزيكرة تبقى تشتغل بس أنا هاي لأنه بتذكر وقتها بتذكر وقتها كانت أسرع وحدة سيوا هاي كله نهايك بعمل فيه لنوضح بس للي عم يسمع أنه أنت بتسمع القطعة وبتبصمة بحس بحط الله خريطة أوكي ما بتتذكرها بتفاصيلها بتتذكر طريقة لا لا بتذكرها بتذكرها كلها بصمة بتذكرها كلها كلها مع مع الأحاسيس طبعها ومع الفورم يعني أنت في مرة قلتلي بس ممكن ما أعرف أنه التوناليتي بيزابط هالأد بس بعرف أنه هي مثلا على البلاك يعني جاي شوية فلات ثري بي مولة واربة شوية يعني أنت في مرة قلتلي أنه أنا ما بستذكر القطعة يعني أنا ما بستحضرها أنا عام بلعبها هي جاهزة بس أحفظها للدقة بتكون خلص معاش معاش بفكر أبدا فيها حتى كنجرب أحيانا بالبيت هون أحضر تليفون شي أخبار أنا عم دق معزوفة الأخبار بيكون عطيناك ريتم معين حتى يمكن أخبار أخبار يعني أخبار أو في حدا عم بيخبط مثلا ريتم معين كذا أنت بل تدلك عم دق كنت حس حالي أنه أصابهم بيعملوا هيك بعدين شو أعمل أنا أقول عطي في إيه زيد سرعة بتقوم بتزيد سرعة كتير بتزيد سرعة بتزيد سرعة كتير فتوصل لمرحلة أنه أنت بتقول لحالك أنه أمت لحقت تطمرني عليها؟ هذا كنت عم قوله أنا أنه هو الحب الموحد حب الشغلة بكسر الدنيا فنستحضر نحنا نسمعها منه بصمة بعدين كيف بعدين شو بتعمل تقعد على القالة أو تروح تتمشى شو بتعمل لا 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 أنا 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 بجي بقعد على القالة هون بغاصي أنه أنا بلشت انا كنت من قبل احط موجودة هي بس انا ما قعد على الالة وهيدا اكتريت الاوات نحنا الشي اللي بنعمله غلط يعني احنا وتبدا نتعلم المقطوعة بنجي بركب ما بنكون سامعينا حتى واذا سمعناها بنسمعها مرور الكرام ومنحط النوطة قدامنا عسيس ان النوطة هي الدستورية يعني انا ما كنت انصدم بس شوف بالكونسراتوار يقوله بليس خليني حط النوطة طلاب او ممنوع يوم مندقبل نوطة معقول ايه انا نقول ليش بزر انا 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 كنت انا كنت انا كنت اخاف انو انشاء الله اقولي شي للنوطة ما بقى عرفت لا حتى اليك ما كنت اخاف اقولك حط نوطة رح انا كنت كذب انا بعمل حالة عمبورة مثلا هيك انا حافظها حافظها ما بفي يعني النوطة قريتها مرة تعيت لكم فانا قريتها مرة تاني يوم جيت عمبورها كارجو النوطس لحالن فرمقيت وزد جاءت شلت النوطة يعني التالت محاولة محاولة جلت النوطة دقت عالغايب بجمعة كانت الدقة خالصة عالسريع وكانت مزبوطة وعندي عفكرة عملت فيها كونسرت بالجامعة اللبنانية عمري كانت 19 عملت فيها كونسرت وكنت عم بعزفها بتكنيك معي منيح مش انو حيالله عم بتدقة انو حفظت عالسريع لا كأنك من زمان دقيقة ويقولولي من عين تقللوا من سنتان انا بدقة هاي وانا كلهم اجداد هول لكن تخبي كتير لانو العالم بتعمل حكم مسبق بعد ما اعزف وخلص وبعد ما شوفوني ممكن بقللون هيك ما بيصدقوني ليه انو ايه طبيعي انو بقسة جمعة الماضي اتعلمتها للقطعة وعنبالع فيها كونسرت هلا في فيلم تخيني بالنسبة للاقلنا نحنا بلبنان يعني انو منا معوادين على هيك ظواهر عايز فينا كانوا دايما يضحكوا الاساذ يعني بس انا ما كنت اعرف يعني انو هايدي القدرة او شي بوزيتف ما يقولولي بعدان اللي عرفت بس كانت تحس انو نقص عندي هيه لما يضحكوا هني كانوا بعدان لما يحضروا لي الكونسرت لما بلشت انا صرت عملك نصس هايك صاروا ييجوا لعندي هنوني يقولوا هدا بيانيست مرقة العنة جريت بيانيست كازا هني ذاتن هني كانوا مصدومين مش مزعوجين مين اللي مين اللي سندك فعليا بالمشوار طبعا كده نحنا بنعرف انو كان فيه صعود متل ما بتستعمل انت الكلمة لالكاريير طبعاك لصيرة المهنية طبعاك بقلب الالي كونسيرات شمال يمين بلبنان وبرات لبنان وبأوروبا وكومبتسيون وتهاني كيف صعبتك سند او الدعم اللوجيستي طبعا اذا اصدقاء او عائلة وهدا حطونا عجنا بلا هنحكي نحنا موسيقيا مين سندك ما احدا ما احدا ابدا لاني اصلا تعودت من انا وصغير انو لحالة اعمل كل شي اوكي لما بلشت يعني هون بلبنان اعمل كونسيرت فيه مقطوع على رخمان نوف كونسيرتو كانت تعنييني كتير وهي ملنا الاشهر واحد فيه وانا اشهر واحد التو انا كتت حبت سري حبت دقة مع الاوركسترا عملتها وخلصتها وهي هادي كتير صعب حفظها طبعا هادي من اصعب الاعمال بالتاريخ هادي كتبوا على الواكيبيديا عن موضوع حفظ حفظ طبعها بقى انا خلصت كمان بيبقى فترة اصيري جدا قدي تقريبا فترة اصيري هادي عمل كتير فويل يعني فترة اقصر اقصر بكتير ممكن تتخيل شهر مش لهد يعني ما بعرف ما بنهي مقطعين هني انا ماش وهي صعب كتير بس انو انا هادي الدقة عصيرة الحفظ كانت من اكتر الدقات اللي كانت فيها حفظ صعب وصرت اعمل اوركسترة اشتريت سي دي اوركسترة وزاوت بيانا اه تلعب مينس ون اشتغلت مع المينس ون اشتغلت صرت ع الكمبيوتر ماشي معي انا الليجرو زيد له الليجرو مية وعشرين تعلمت عبروجرام بس لدق لانو ما في اوركستر ازوف معه هيدا اللي مكان سند الى البلد وطرحت انت على الاوركستر الوطنية طرحت على كذا حدا في ناس استصعبوها وفي ناس قالوا لي انو افضل يكون اجنبة لانو اللبنانية ما سامحين لوني اه سكروا على بوابة بوابة اللبنانية كلها من كتير قصص انو مش شديين بشكل عام بشكل عام اه وطائفية وسياسة وكل شي معانو عفكرة لاك الكل الكل يعني كانوا مناح معي بتلاقيلك شخصيا كله بيهنيك يعني بس ما حدا بيساعدك وطائفيا باللبنان لو يقفوا معي هني اللي مش طايفت اكتر شي بعدان بعدان هلا لايك بعدان لما سافرت لبرة وحققت ورجعت تغير كل شي صارت العالم كلها عارفي انت مين تتثبت هون نظرية انو تجيهم من برة مثلا اللي كان يقلك اللبناني لانو محطين قالوا لي كسرت الجليد انت وما بيأثر اذا واحد اجعل ليه خليتوه يعزف بيقولوله لانو هيدا ميز فبطل الطائفية فانا قدرت اتخطى موضوع كل المواضيع بانهم يقدروا يكون عندهم حجة انو قدرنا نخلي لبناني يعزف لانو تميز عن حلا انت مهتدي حكيتني عن السفر اللي عملتو لبرة الجولات اللي عملتو بالخارج بأوروبا الحفلات والمسابقات اللي حزت فيول انت على مراتب ومراكز عالية منن مسابقات بودابيست الدولية بالالفين وطمتعاش بس كمان انت احتكيت مع اساتزي بالخارج فيك تذكر لي بعض الاساتزي اللي احتكيت معهن اول حدا بذكره هو ايدل بيرت اللي هي تاركيش بيانيست معروفي جدا كان عندي بسمع معزوفات لائلة سيدي وهاك حبت التقي فيها عرفت انو هي بتعطي ماستر كلاس بتركية كنت بعدنا بالبدايات شوية فسافرت لهونيك اتنات اول خطوة لائلة انا وبالمطار مسافر انت حط عم بكتب اسئلة انا هايدي شاغل كدير مهمك دايما نسأل الهول بيانيستي الحقن حتى واحد بالكونسراتوار دايما عم بسأله هاي وصلت لعنده بدي اسأله بس سؤال يعني ما عارف ما بعرفش اني ماستر كلاس كان بعدني بعدني جديد عالموضوع ماستر كلاس كرت ماستر كلاس انو ماستر يعني مفروض انت هتكون تخلص كل شي وصلنا لهونيك انا وعم كنت عم بازف امور هايك اللي مجهزة فسمعت هي عصفي من فوق عم بازف شي كتير في برديوزيبتي وسارية وهاك سمعت عصفي من فوق ام تقلت له له حقه من البيانيستي انو مين اللي عم يعزف هون وهاك ام نزل خبرني هدا البيانيستي قلت لي هدي البلد عم تسمعك هي كانت فوق الطابق الثاني عم تسمعك عم تقول مين هيدا وهيك لما اطلعت عم تتعرف علينا قالولها قالولا انو انا من لبنان بتحب لبنان كتير هي اجت تحكيني فرنسي عن صدمت شو هدا عن صدمت شوي عن شو عم نحكي عن اللغة فقالتلي انت عصفك انو حسات انو كأنو سيدي كان محطوط وهو هداك البيانيستي كان عم بضحك فابصر شو كانت هي عم تقلو بس انو مبين انو بلش تغيرت نزلطة لقالي كل ال عن غير البيانيستي وكان فيه بروغرام يقصف كلهم شي معين انا الوحيد خلوني اعزف مازاب بالليست كانت وقتا وعطوني اخر شي تخلص الحفلة وانا وعم بازوف عملوا معي مقابلة هونيك يعني اختاروني انو بتركيا التلفزيون معروف وقالوا لي انت انو شو محضر وكذا وهيك وصوروني بالحفلة وصوروه على ايدي البلد كمان معي فهدي اول خطوة بعتت ايميل عم تحكيني انو كتير مقدرة هي الباشن اللي عندي فهي فكرة قصة الباشن اسمعتها كتير من اسادزة انو انا بيحكو كتير عن ميزيكاليتي لما رحت عروسيا اليكساندر مورافييف اللي هو بيعلم بتشايكوفسكي كونسرفاتوريا هذا من اهم البيانشسية جدا اختيار قاطع قوية عزفت قدام وشايف قال لي كان فيه عند اصدقاء كمان كانوا موجودين وشاهدين وعم بترجمولي بالروسي قال لي عندك طاقة وباشن جاعت دي هادي اه بالانتربريتاشن ميزة هادي اكتر واحد حكيني بالديتيلز تقول الانتربريتاشن اللي لقلي قال لي انا اول مرة باسمع هدا النمط انت عند ايا دارس عند ايا نظام ايا استاذة او ايا سيستم دارس وهاك ما قلت له انا مأسس لحالة بعدك هون عم ترفض تقول انو انت دارس الحالة قلت له اكتر شي قلت له انا دارس عند اتنان دارس بالكنسراتور اللي هو ليه انت خجلين بعضلك لهال مرحلة كانت ببدايتك يعني بقيت لفترة طويلة صعب اقول هالشي خلي مركز معك بيانو بدون ما يعمل حكم مسبق انا مين وانا جيل انو انت برأيك انو اذا قلت له ان انت بدايتك هي بدايات خارج سيستم اول شي انو ما بيصدقك برأيك انهم عاملك بطريقة مختلفة يعني نظرتك انت بيشفقة او بيستسهل انت بتعرف نحنا بالنظام النظام العالمي بيمشي على سيستمز صار ما حدا بيحكي مع شخص بيحكي ايها مشاعر وشاعر وهيكا طيب البيانو بدو اتنان بدو اتنان اذا واحد ما كان عندو هالشي اللي هو خارج السيستم اللي هو لحالك انت بيانيست عندك بصمة مميز اه وما بيمشي الحال وانا لما رجعت اتعلمت سيستم واخدت شهادة وكفات عالاخر وفت التيوري وفتت هوني بالمعهد والمعهد واما كان برا وهون مع سادزة مع شارك بي في مدرسة المانية في استاذ كمان احيانا بفرنسا روح لعندو ادفع مني كل شي يعني انا لحالك انت سند نفسي بيهول قصص بس لا روح اتعلم وهلأ بعدني بدي روح اعمل مستر كلاسز حضل كل حياتي اعمل مستر كلاسز وعندي اسئلة بلاوة 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 بلابيانو مهتدي شو اللي لمستو مع عود الاسادزة الاجانب ما لمستو مع الاسادزة اللي اختبرتنهم بلبنان اكترشي التكنيك الديتيلز والقصص اللي بيقلولي اياها عن العزف شو كان ملاحظاتهم عن العزف انا مرحت بعقر داره لرخمنينوف بروسيا بموسكو وهو كان عازف بالاركسترا اسمه موسكونسرت هول كنا شو تصفيات انا وبنت عازفنا بس هي واحدة روسية صغيرة عم تعازف وشو هني تعرف روس اواية وانا كنت عم بعازف رخمنينوف بس نحنا اتنان عازفنا بعد ما شافني هو فالاسادزة برا مثل مثل جوستاف فانيو بيانيست سكوتلندي بيعمل مستر كلاسس بيعمل جوري بكتير مهم جدا كلهم موجودين معروفين معروف جدا هولي عملوا اعطوني معي اياهون كل البيانيستية اللي التأت فيهم من ايد البيرت لكل العالميين بينزل منهم وبينزل منهم شو مميزة خطر يعني في خطر علينا خطر وجودي عنده شي مميز ضحكوا عليه وما قبضوا جد لا بعدين لحتالي بب لانه غلط مهتدي انا وقد احضرت مقتطفات من الفيديوهات الموجودين على اليوتيوب معنو ما في كتير فيديوهات على اليوتيوب وما اسألك بعدين ليش بس في اتود لاليست كنت عم بسمعها عامل فيها انت شي انا مني سامعه بولا فيرسيون سامعه قبل لغير بيانيست باركي انا مني سامع كل الفيرسيونات الموجودة بس في شي عاملو انت علاقة بالبونكتوياسيون بالبونكتوياسيون بكيف تاخد نفس وكيف بتزأبق انت القطعة بشكل بتجعل انه هي عم تطلع مع بصمي كتير خاصة لهيدا الشخص اللي عم بيقديها ما بتشبه غير طرق بالاداء ها انت كمان يعني كموسيقي وبيانيست طبعا دارس برا وهك يعني لما تسمع وتحكي هالكلام بتذكرني بنفس كلام جدا قريب من هول اللي عم بيحكي عنه البيانيستية لانك ذكرت قلت السكتة كانوا يقولوا اللي دايما عندك بالانتربيتاشن شي خاص بتعمل تعطي نفس تعطي شي معين لما يكون اللحن مثلا خليها تموت مسلا بتخليون يموتوا لانوتات بعيشهم فجأة بعمل سوبيتوا أمور من عندي بعطيها هيك بتلاقيها راكبة اذا تفكرها مانا موجودة انت بتجي تسمعها من حدا بان بوايم أو حدا عم تسمعها من الكل بتلاقي كلهم عندهم نفس الفكرة عمعتوك اياها اذا بتجي تسمعها مني تحس غلط هذا اللي انتبه له ألكساندر مرافيا في كتير ناس هون ما انتبهوا له الشي في كتير ما بيعرفوا أصلا الفرق يعني هون بيجي السؤال مهتدي انت بأدائك لهوذ المقطوعات اليوم انت كعايز في بيانو شو اللي فيك تقدمه على الريبرتوار اللي غير عزفين مش عم بيقدروا أدموه أو عم بيقدموا شي بس هو ما بيشبه شي اللي انت عم بتقدمه بتجرد اه انتربيتاشن طبعا هي هونيكة تكون انتربيتاشن تختلف من شخص لشخص بس انا عم بيحكي عم انتربيتاشن بعض بكوكب تاني عالم تاني انتربيتاشن من شخص لشخص طبعا تختلف من كوريا لصين لروسيا بس كل هيااتهم عنده في مخزوق في مفهوم معين هل في ان؟ ايته؟ الانتربيتاشن الموجودة كتير خطيرة لانه ممكن ساعتها يتهموك انك قريب للجاز عم تعمل شوي قصص تظهر برات الإطارة برات الصحنة أحيانا هيك بس هني بدوني فيها مجاغلة أنت كبيانيست الأية بيانيست بالعالم فيك تعمل اللي بدك هي بالمعزوفة تروم آية وزاد بالإنفتريتشن حشرة واحد تحترم الفورم طبعا لأنه الكلاسيك هو الوحيد بيحترم الفورم للموسيقى فورم يعني هاللحن الموجود هون بدي حسه هو ذاته بعدان حتى لو مقلوب أو تغير وبد كمان هايدي السلول اللي بتكون بالأول تكون دائما موجودة كل الوقت عم حس فيها وما يكون واحد بايخ بالإنفتريتشن هيدا الشرط الوحيد اللي بيخلي الواحد يعمل البداية بالدقة وبعضه كلاسيك ضمن الإطار لا من وين تجي هيدا ش اللي بيخلي بيانيست تكون الإنفتريتشن بتاعته كتير مختلفة أو مميزة إيجابيا خلا نقول اللي بيخليها الشيء يصير هو الحفظ الحفظ منه بس تحفظ شاغلي بلا ما تشوفها الحفظ في أنا بعلم طلاب بيقول لهم في في الحفظ هو تحفظها بلا النقطة هايدي هاي أسهل هلا هي بشوفوها صعبة هاي هي مفروض هاي أول شي هاي دازم على السريع هاي دي لفل وان لفل وان وقلا بتزهق لفل تو هي تعزفها يعني يخلي المنتل باي فينجرز عقلك كنت أقول لهم أنا إنه كل عنده عقله مش في عقل للإيد وعقل للإيد كل فنجر لما بدي تكبس بالفايف وتهديها بدي يكون الفايف عارف قدي قوتها لأن دي بدي تهدي مع هاي اللي فوق لتحس فيه انتم بست هما بيشوفون الناس لما يقرؤوا النقطة جديدة ويعسفوا بيعسفوا سايت ريدنج أنا هاي دا اللي ضده هاي دا الشي اللي أنا بقوله بالحياة إنه لكل البيانستي ما تحطوا تعسفوا سايت ريدنج لدقة بتكون دقوة ما لطعمة حفظها ديغري عالسريع من أول مرة وشيل النوتة وفهمها لفايل 1 عفوا هاي لفايل 2 اللي هي دقوة باللاوعد العقل طبع الأصابع عم تحكي العقل طبع الأصابع يعني خلص بالدق لفايل 3 هي كونسرت لفايل هاي الكونسرت لفايل هوا أنا هوا كاتجوري هوني حطيتم من زمان كنت صغير مع حالي لأنه كنت حس بقيمة الدقة إن حس الدقة قدها اتخمرت قدها استوت فحس فيه 3 لفايل في لفايل 3 اللي هي اسمها كونسرت لفايل هاي بتيجي بعد فترة يعني إذا أنا خلصت الدقة مثلا لنفترض صناتة هالي عزفت قبل شوية لبيتهوفن الموفمينت 1 إذا خلصتها بجمعة مثلا هاي ده ما وصلت للا لفايل 2 اللفايل 3 هو بعد شهر لمين ما كان ناغ إنسان شو بيصير يعني لفايل 3 أخطي إنت هون دقيقة أنا أنا بقدم إمتحانات لفايل 2 أغلب الدقة مثلا أوكي لفايل 3 هو كونسرت لفايل بسميه يعني بتعذف بأسوأ سيركمستانسز بتعذف بأنت ومارين إنت وعم بيحكي الجمهور معك عم بيصوروك أنا كنت أنا عم دقق أحيانا اتطلع مضوّل مضوية حاملة الكاميرا لأنه قيل له أنا يصور عرفات المسرح بتعرض حالك لتجارب لازم هي بالعادة تخليك تشتت انت بها 100% فمشان هيك أنا ولا مرة مغلّت بكونسرت ولا كونسرت لأ تعملين عضلات يعني أنت عم تعمل مستحيل تغلّت مستحيل تغلّت لدرجة إذا حدا أجا شلّك إيدك قادر تكفي تقريبا من نفس المحل تقريبا مش عمد لله مش تديه هو بس أنه إنت خلص إنت موجود كل شيء وحتى عم بيحكيك عن معزوفات صعبين يعني بيحكيك أنا حتى عن مش اسمون غريازنوف غريازنوف بيانيست هلا بيحكيك غلازونوف 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 يا خاتشوت شوت 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 باروسكي هيا مثل الفرنسي هون كمان ما بحرف أحكي روسي شو بي عمين عمناكي طبيعة أنا ما بحرف أحكي بكل اللغات حافظ الجمل لحظة شوية عم عدعب العربي ها بني في حاجة أحفوظ عمين عمناكينا عن غلازونوف وعمناكي عن ريختر عم بعطات فكرة أنا عن غلازونوف وهو كان شو يعمل لرخمانينوف يصعبهم يزيد على الصوت دقةات لرخمانينوف هو بيانيست لحظة أغلازونوف كريتزانوف 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 كينيست كان ياخد دقةات لرخمانينوف يعمل لها لهم يعني يعني يعمل على قصص من عنده هو يزيد على عليه ونضيفه لهم فيعملهم صعبيا ويعملهم شوية نفس كونتمباري نفس يعني كتير كتير free وهيك ورد الصعبي صعب الحفظ. حتى هول بالكونسرت لبل ثري. لو شو مكان ممكن تنسى. قالولي انتبه. بتعرف شغل بتازوب مع الكونشيرتو. قالولي ايها بالكونسرتوار. قبل ما يعرفوا انا اه عزفت برة وهيك. قبل ما يعرفوا شي عمني. شعروا لك. انو انا بدي عزف الكونشيرتو ثري سوى يضحكوا. انت وكرة. قالولي انتبه. كتير بيستهتر هوني. هيديك المرة. كتير بيستهتر. مدري مين عزفت وحدة مهمة بلبنان. قال وعملت بلوك هي عم بتدق وقفت. قاللي انتبه. عم بيقل لي انتبه بتقزي حالك نفسيا. مش عارف هو انو انا رحت عزفتة لهاي الكونشيرتو. ومعم بتطلع البيانو. وعم بتطلع الاركسترا كل الوقت. واحكي معقول هيدا. ما عم بتطلع. بعمل هيك. ما عم بتطلع. فكلهم يقولولي نفس الكلمة. هي اللي. هي اللي. هي اللي شجع كل البيانيستي والطلابي مرسوها. هدا بناءنا حكي قبل. اللي كتعم بقول كيف الدق. بتتخلص من الدق ادغري عالسريع بليفل وان. عالسريع بانك تحفز عن النقطة. ما تضل وقعوا قراءة سايت ريدنج. كل ما كتر السايت ريدنج. كل ما صار فهمه للهارمونيز. هو بلاط عم بيحطهم فوق بعض ليعمرش برج. طيب شغلي محتلوسي في. انا وقتها كنت اسمع عيسفين كبار مثلا مثل بوليني يعني تنقول او كيسين. عم بيعسفو. يتهيق لي لوهلي. انه وكأن هايدي القطعة هو مقلفة. هو مش مقلفة. هو عم بيقديه. يعني بيوصل لمرحلة المؤدية. بيحسسك وكأن هايدي القطعة طالعة من خياله ولو. كيف بجانيني شحطة ليست. بجانيني الليست. ليست عمل هيك شي شبيه. بس ولكن هو عمل دقة. يعني قلف عليا يعني اخترع. هاي ده عم نحكي تأليف. تبه. نفس الفكرة بالانتربيتيشن. هاي. بده تكون يعني ليست شحطة الحج. كبيانيست. او نديم. او نديم. كبيانيست عم نحكي. هو كمبوزر. قلف هالدقة. از انت بيانيست محترم. بدك هايدي الدقة. انت تعمل انتربيتيش. بدك تخمرها بس. وعفكرة رخمالي. اه. اه. تخمير. تخمير. انا صعب بلاقي بعض من الطلاب. اللي كان عم يمر ولا عندي. حدا عم يقدر يوصل لليفل ستري الاقلال. تب كيف فينا نساعد العالم توصل لهونيك? الليفل ستري بيانو. البيانو اصلا اخترعه الانسان. لحتى يشي يكب ايديه ويبلش يحزو في عادة. متل الحكي لازي يكون لانجوج. يعني بعد ثلاث تلاف سنة. البيانو حيصير سهل على البشر. يمكن يصيرو بتطور الانسان. بيصيرو يختروع الالات يمكن اصعب. يمكن البيانو بيصير سهل على البشر. اللي معقول نحنا عملنا مكانة صعبة علينا. موجودة بالطبيعة اكيد فيه اشي كتير بالطبيعة صعبة علينا بعد نفسرها وهكي. هاي من احدى الامور. لانو العب الدماغ ونحنا دماغنا كتير عم نستعمله واحد بالمية. بمحدودية. ساعة بيقوله عشرة بالمية ساعة واحد بالمية. مهم انو بدون يقليلو. اي. مهم قليل. فينو يكتبوا قليل. اي. مخضوم. قليلتون. اي. هوا كلن. لا هاي مش مهارة. اي. اي. لا كمل عادي. اه. نرجع للموضوع. لا اكمل ايه? ايه? اه. انا بيقوله ايه? بس اشيء بالطبيعة. ما نسهل علينا. اه. بدا تكون سهلة. لك. البيانو مش للكل. تعرف لي? لي? يمكن كون واحد عبقري. بس البيانو مش لاله. البيانو بدو مش سكا وعبقري. بدو سرعة بديهة ومخ نظيف وديني نظيفي. وحب. ما بده واحد انه جينيس. لا انه جينيس لابيت هوفن ومزار وهاك. انت كبيانيست سرعة بديهة بحسوا بقوله دايما للطلاب مثلا بقوله هذا دماغه نظيفة. مخ نظيفة. مش دماغه بقول مخ نظيفة. عجبني هذا التلميذ مخ نظيفة. هكي الجمل عندي. دينته نظيفة. بحب البيانو. هؤلاء موجودين. موجودين عندك. بحب البيانو يعني بيسمع كلاسيك. مش بحب منظر البيانو. كل عالم تحب. البشر بحبوا البيانو. متل الفتبال. والله بالموسيقى شهرته البيانو متل شهرت الفتبال بالرياضة. فهدا التلميذ عنده هالثلاث مميزات. ساعتها من قل له انت صار فيك تبلش البيانو عشرة واحد بس. ببعد ميزة واحدة. بتبين معك بعدين ما هلا. لا حتى تعرف انت كيف. تستعملها لهي الميموري. تعرف كيف تتصرف فيها بدك وقت. فبيجي هالثلميذ ما بيضغر بيحكم علىها بالميموري. بحكم علىها بالداني نظيفة والعقل والمخل نظيف. ضغر بها. من اول مرة بحكم عليه. فتح سرعة بديها. وفيه فرق. في فرق كبير. صراحة. عشان هيك عم بولي البيانو مش لاكل. مش تنفهم ببساطة وببياخة. البيانو معقد كتير. ونسبيا يعني ممكن واحد كن عنده قوة بشي وضعيف بشي. طيب. نجي لقصة الميموري. قلنا هادا عنده كل المميزات اللي نحنا بدنا اياها من حب ومن نظافة الديني وهيك. عفوا. نجي هون للطريقة انه انت بدك تتعامل مع هولي تسري لفلز اللي حكينا عنهم. بالميموري. فينا الميموري اللي. على ثلاث مراحل. ايه. طبعا بتبين بعدان. فالتلميز انا بعدان بشوفه بقصة الميموري. في تلميز واحد. بين بان كل اللي علمت. يعني نص لبنان بيوتن انا يمكن بيرمه. عفوا بيروت. انا ما بطلع برد بيروت. لتلاقي كم واحد عنده ميموري قوي. شفت قدي صعبة. شفت لعم قلة كم بيانو. ما ينظلم. سيجي واحد يضع دقة اذا ما عنده ميموري قوي. اذا ما عنده ميموري قوي. اذا ما عنده ميموري. يا خي. حسن. يعني. هيدا. بده يزهق من دقة. او حيشي له. هاي يزهق. حيميل. ميم انا. بمل. ميم مكان بمل. حطيت دقة. طوالت فيه كثير. هتمل منه. وبالتالي حتصير انت عبارة عن سايت ريدنج للدقة. يعني انت عبارة عن دقة. بس. فانت ما عملت شي. ما عملت شي. شو استفدت انا منك. اما لما تجي تجيب صنات لبيت هوفن. طبعا لازم يكون كل شي مزبوط طوفن الريتم طبعه مقدس إذا كتعمل تريبلي كروش بده تكون تريبلي كروش مش دوبل كروش إذا كتعمل تريوليا بديها تريوليا زابطة تريوليا ترينار وبينار مع بعض بدي حس فيهم ها ليه فيه فيه هنعملها بالعكس اوكي موسيقى وفيه عندك كانتولاو سيستولاو هذا الحتى اللي تعرف تعمل الشوبان وكتورنات وتعمل هالقصص فالريتو ما ديكون عندك كله جاهز هذا اللي بدي اياه بعد ما هولي كونوا موجودين تعرفوا تعمل الليفل السري اللي أنا عم قلق عنهم الميموري بعدان الميموري اوكي معناها أهمة واحدة هي بس هوليك لازيكونوا موجودين فأنت بقولونه موهبة فإذا مهتدي من اللي عم بتقوله أنا في استخلص الخلاصة التالي يعني اذا وصل مؤده انه هو يحفظ ويخمر مقطوعة موسيقية بقلبراسو وتصير هيدا المقطوعة جزء عضوي من كيانه هيدا هي الحالة الوحيدة اللي ممكن واحد يأمل فيها انه يقدم انتربريتيشن جديد للعمل بمعنى انه كونه كل إنسان هو مختلف عن خيو الإنسان اذا وصل لتصالح بين فكرة او موضوع او بهذا الحال عمل فني بين حاله حيوصل لانه ينضح بحاله ينضح من خلال تفسيره للعمل بشخصيته وهيدا الشخصيته وهيدا الشخصية ما فيها تبرز غير ما يصير فيه انصهار بين العمل انصهار هو هيدا حيوه من الحفوظ كونسرت لفل اللفل ثري اللي باد يوصل الواحد بيقدر ساعتها ياده انتربريتيشن مظبوطة لانه لانه لو الفل ثو اذا وصلت الله يعني انت حفظت وما بي حاجه لا نوتا وبتحفظ وبتدق وفيك تعمل كونسرت عادي وتعمل امتيحانات بنا كعمل انتبحاني ايه بعدها الطريقة. بس هون يعني. ايه اتفضل. يعني الليفل تو هي اذا بدك تعدل عشي بالانتربريتاشن او انت تحس مسلا هو عم بيطلع كروماتيك اه الطلعات الكروماتيكية. مش ها مش ها ما بديك تحطها لما هيك قصدي هي. ايه. ايه. مهم عم بيطلع طلوع. اه هيدي ازا. او تانا تانا عمل شي احلى. اوكي. ايه هون هول مسلا. ايه. دمينيش تكورس طالعين. اوكي. بعدها بديوصل. بل شوية 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 شوية. بيوصل بالاخر لشي قوي هون ما بدك انت مسلا تعبر عن هاي الطلعة وانو فيها هي قوة. فيها نوع من العزمة الطلعات اللي بتكون كروماتيكية وقوية. وكريشاندو فيها نوع من العزمة. هاي الطلعات ازا بدك تحس فيها مزبوط لازم تكون انت لفل ستري كونسرت. ممنوع تشوف النوتات. ممنوع تشوف حالك عاية تونالتي اصلا. ممنوع تشوف انك انت هلا قدو ديس هالليست بدو ياني هنطل هونيك. اه هاي النقطة بتذكرك. هت عم تمرن هم ممنوعين هول. انت لازم تشوف الخشبة اللي بيانو بس. لازم تطلع على الحال. الحال وان اصابيك لازم يعاسفو. بها المرحلة ازا واحد ما وصل لها المرحلة. معنات الفينومن الممروي اللي عنده توقف. توقف. ما بيقدر احيانا تشرب الدقة على اخر. مهتدي. انا بختم بسؤال. وقتنا احنا نحن عن عن تفسير للعمل او تأويل للعمل. باي معنى. قصدي انه وقتنا نحكي تفسير. يعني نحنا عام نفسر او عام نجرب. نوضح شو كان قصده المؤلف بتدوينه للعمل. يعني واضح هو شو بده. نحنا علينا بس نفرجيه للعلن. انما التأويل هو انه نخلي العمل يقول شي هو بالمقصد مش عم بيقوله مباشرة. او بركي غاب عن زهنه للمؤلف. او المؤلف ما كان قاصد انه هو يوضحه. ازا رسام اسمه بيتهوفن رسام. واحدة اسمه معروف. وانا حبات الرسم وحباتها الكمبوزر هيدا. جيت بدي ارسم له رسماته. رسم رسمة فيها جزع شجرة وفيها نهر وما بعرف. جيت رسامة جزع شجرة ونهر انا. زدت مش هاك هو البيانو. ابدا. مش تفسير لشو قصده. لحالته ابدا. هو كان في حالة ومشاعر وهذا. وكتب هارموني. كتب دقة. فكرة انه انت عم ترجع بدك تعبر عن شو هو قاصد. فكرة بسيطة جدا. هادي ماشي. هادي بدك تعملها بالبدايات. شو قاصد هو بالبدايات. لانه قاصد البيانيس ما في مقارنة. لما يجي يعمل الانتربيتاجن. هو سائق. لها بقال له. انت لازم تخترع سيارة الفراري. ولا بكون عم تقلد الفراري. فهو البيانيس ما في مقارنة لما يجي يعمل الانتربيتاجن هو هو سائق بفورميلا وان. هو سائق. كتل شو ماخر. عرفت? الفورميلا وان هي الشركة هي المعزوف اللي عنده اياها. كيف بدك تعرف تسوق او هاك. فطبعا مش متل ما مثل طبع الرسم. وهي اتنان سوا طبعا. اه تفسير والتأويل. طلع معنا اتنان سوا. بس ولكن التفسير بالاول بدي يكون. كل شي بدي يكون بالاول. بيانو فورتي. ريتونوتو هون هيك هون هيك. ريتونوتو طويلة ريتونوتو خفيفة. كيف? ريتونوتو مأخرة. اكس سكوار. ولا ريتونوتو لين اكس والله. ما عرفت? الهولة هني كلهم موجودين بالاول. تخلص منن. لفل تو. خلصة الدقعة تسكلك. خلصة الدقعة. لحد ما تأول العمل بالآخر. هون بتبلش انت. هون بتبلش انت كا بيانيست. فانت اذا بدك تبقى على لفل تو. اي حدا هلأ. هلأ في ناس كلهم ما يعتبروا هني ماشي. اونلي بط اه. ريبيتنج سيدي. ع الكمبوزر. شو هو بدو. لأ هدا هدا. تحكينا عن البيانيست. بدي يغير. ويعطي رسالة بنوع طريقة العزف وهك. متل ما اكتر عملو. لسبيل المثال هو ما كان عم بيفسر باخ. اكتر ما كان عم بأول باخ. تقريبا. هو اتنان سوا عملو. هو فسر اول وبعدين. عفكرة هدا مسلا فيك تقلو لأجلين قول دو عود عزوف روح الكنسراتوار. كور تامن عمال بكالوريا. ودق باخ. حيعزف باخ كيف? كيف حيعزف? حيعزف باخ متل الطلاب. صح? اي. واجمل. حاجة تسعين عامية. اي. اي. ونفس الوقت از بدي يعمل كونسرت بيعزفها بطريقته هو. ام. وقعدتو الغلط. اللي بيقولوا عنه. وطريقة الاصابيع. ونفسه هو زيتو بيعزف. متل الطلاب مظبوط. فهدا اللي عم بيحكي عنه اتنان تفسير وتقويل. هاي دي رسالة لكله البيانستية. لك كل حدا بيحب البيانا او حابي بيبلش. ما تقول انه بدي اه اتمرن. كلمة التمرين خطأ للبيانو. لازم تكون تسمع كلاسيك كتير. اكتر ما بتعزف. بس تسمع كلاسيك كتير بتتفتح الدينة. دماغ لازم يكون السرعة تبديها وفتح. لازم اه تخلص اه الحفز بسرعة. وتوصل لمرحلة. الحفز يصير عندك ليبل جدا عالي. بالدقة لدرجة مخمرة. لدرجة بتبلش تعمل انتربريتاشن. بس توصل هالانتربريتاشن هاي. انت تعتبر بيانيست. مهتدي انا استمتعت جدا بالحوار معك اليوم. وتعلمت كتير منك. وبتمنى انه هاودي المعلومات اللي قدمت لنا اياهن اليوم يكونوا مدميك اساس للعاسفين اليافعين اللي عنا اياهن بالبلد. ويقدروا يدفشوا لصعود مواهب جديدة متل حضرتك. نعم. وبتمنى اهم شي انه نرجع نشوفك بنشاط على على الساحة المحلية. ومشكرك على وقتك. مرسي لك وانا كمان اه انت عندك معلومات اه بالموسيقى ودارس موسيقى ومعك شهايد. وهذا الشي يعتبر شهادة بالنسبة للي عن اي نظرة شفتها بعصفي. وبرجع بعيد انه كتير تتشابه الافكار الديتيلز. انا بحب الديتيلز. مش بشكل عام. مع الاساتزي اللي كانوا اكتر شي بروسيا. حكيوا اكتر شي عن الاحساس والنفس. كتير بتتشابه. ببنك. شكرا لك. يلا مع السلامة. هاي تكرم. نفسي.